اشتركوا في القناة بلينبعين العربية وردني سؤال من احد متابعين انه كيف اعرف انه في حسابي الفيسبوك انه احد مراقبني اولى فحبيت اعملكم هذي الفيديو هاي طريقة واحدة ما في غيرها لكن قبلها طلب من كل واحد ادخل على هذا الفيديو ما مشترك انه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو طبعا مثل ما تعرفون انه الفيسبوك من التطبيقات اللي تسمح انه حسابك يفتح في هاتف ثاني بعض الاحيان تروح عند مصلح او تنطي هاتفك الصديق فيفتح في هاتفه وانت ما تعرف وهو دا يجسس عليك وحتى نعرف كيف راح نوجد الحل ونعمل تسجيل خروج لهذا الضيف الثقيل راح ندخل على الفيسبوك من داخل الفيسبوك اشرح لكم وبعض الاحيان تكون بعض التطبيقات الخبيثة اللي راح اشرح عليها بالمستقبل اللي راح ادخل واحد فيروسكر وهو للأسف هو اللي يتجسس عليك الآن كيف قال لي راح نعرف فيها انه في احد يتجسس علي او لا راح ندخل على الفيسبوك ونروح بالأعلى على الاعدادات بعد راح تظهر عندي هذه الصفحة نروح كلمات السر والامان ثاني خيار راح ياخذني لهذه الصفحة راح ننزل الى كلمات السر والامان مرة ثانية راح ياخذني لهذه الصفحة راح ندخل على هذه المكان التحقق بين الامان الاماكن التي سجلت الدخول منها هنا راح ياخذني على الحسابات اللي موجودة على الهاتف ندخل على الهاتف مالتي هنا فكاتب لي انه تسجيل دخول الفيسبوك صار من ايفون زكس اس وهذا الايفون مالتي وهنا ايضا هذا الهاتف مالتي ومثل ما تشاهدون هنا كلها الهواتف مالتي لو شاهدت انه فيه هاتف مو مالتك اللي راح تعمله اما تدخل على الجهاز لنفرض هذا الجهاز تدخل عليه هنا سيظهر عندك اماكن تسجيل الدخول تعمل لتسجيل خروج واذا اذا ما اشتغلت عندك راح تنزل الى الاسفل تعمل تحديد اجهزة تسجيل الخروج وتحدد عليها وتعمل لتسجيل الخروج هاي الطريقة الوحيدة حتى تخلص من اي جهاز موجود عندك وبعدها راح ترجع الى الوراء تعمل المصادقة الثنائية وتغير كلمة السر هاي نصيحة من عندي طلب من كل واحد دخل على هذا الفيديو واستفاد منه لا ينسى دعم القناة بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس اكون جدا شاكر مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلامة اي سؤال او استفسار اي مشكلة تواجهتكم كتبوها برسالة وشكرا لكم مع الف سلامة اشتركوا في القناة